الأخ يقول كفر الخوض في شأن القرضاوي بعد موته والناس بين مترحم عليه وناهن عن الترحم عليه فيحصل النزاع في ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي القرضاوي ضال ومات ولم يمت ضلاله بل ضلاله في منشورات ومؤلفات ومقالات باقية إلا أن يصلق الله عليها أن تنسى نعم فعلى كل حال المهم أن نكون على حذر من منهجه الباطل الذي هو ترجمه لمنهج الإخوان المسلمين وصفحة من صفحات الإخوان المسلمين واضحة فالإخوان المسلمون يبرزون القرضاوي على أنه الرجل المثالي الذي يمثل دعوتهم فأي باطل يأتي من قبله دافعوا عنه وذبوا عنه ونافعوا عنه فهذا هو الذي يريد أن يتعرف على الإخوان المسلمين فهذه صفحة من الصفحات حياة القرضاوي وما فيها من الباطل وما فيها من المنكرات وما فيها من الضلالات وللعلماء ردود عليه منهم الشيخ مقبل عليه رحمة الله في كلامه وكتابه إسكاة الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي نعم وكان بسبب مدحه لإسرائيل أن عندهم عدل في الانتخابات وأنهم يفوزون بدون غش وأن حكام المسلمين يفوزون في الانتخابات بأربع تسعات وخمس تسعات أربع تسعات يعني تسعة وتسعين في المائة وتسعة وتسعين من واحد في المائة الواحد في المائة هذا أيضا تسعة وتسعين منهم يقول هذه النسبة التي يفوز بها حكام العرب لو عرض الله نفسه على الخلق ما وجدها يعني إلا إذا غشف الانتخابات لو عرض الله نفسه على الخلق ما وجدها وله في ذا من هذا القبيل والضلال الشيء الكثير كترحمه على باب النصارى لا أدري عندما يقول نسأل الله يغفر له ويرحمه أين يضع الله ماهي إلا جنة ولا نار باقي معه مكان فالث يضعه فيه وهناك من جمع الضلالات وانحرافاته المهم يا طلبة العلم اشغلوا أنفسكم بما ينفعكم فدعوا الرجل وشأنه دعوه وشأنه وما نعلم له توبة من ضلالاته التي نشرت عنه لا نعلم له توبة في ضلالاته التي نشرت عنه والتي دعا إليها بنفسه ما أحد جبرة قال كنت أصلي الجمعة في السينما ظهرا كنت أصلي الجمعة في السينما ظهرا وهو يتابع السينما يقول يتألم أنها أصبحت السينما الآن ليست على مستوها الذي كان عليه إلى آخر فأشياء ستضحكم منها وتتعجب وأشياء ستستغرب من الجرأة فيها من تلك الضلالات التي ظهرت عنهم فعلى كل حال لا تشغلوا أنفسكم به يعني أنت مشغولة التي ترحم ترحم على البخاري مسلم ترحم على ابن باز وابن عثيمين والحيدان وغيرهم من المشيخ مقبل الألباني ترحم على علماء المسلمين لا تشغل نفسك بالقرضاوي انسوه نعم وهمكم التحبير من ضلاله الذي كان عليه وفقنا الله يكون ما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البراعي حفظه الله وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع فالدال على الخير كفاعله